نكمل بقى قصة الرخارة اللي وصل للحدة يقجوج ومقجوج antisبارح كان هو البعثة اللي معاه واصلوا عند ارض لون هاق صودنتنا الرائحة وبعدها واصلوا عند مدينة مدمرة اعرفوا ان المدينة اللي كان فيها يقجوج ومقجوج ودمروها بعد ما وصلوا للمدينة دي كملوا فيها لعدة أيام ولما خرجوا منها استمروا لحد ما وصلوا عند أرض مليان حصون gedacht هذا الحصون دي كان عايش فيها بني قدمين لكن الغريب بقى ان ابني قدمين كانوا بيتكلموا عربي وفارسي كمان كانوا بيقروا القرآن وعندهم مساجد يعني كانوا مسلمين ولما دخل عليهم والناس دول سألوا الترجمان انتم مين قالوا له ان احنا الرسل بتوع امير المؤمنين فسألوهم امير المؤمنين ده شاب ولا رجل عجوز قال لهم لا هو شاب طب هو عايش فين قال لهم هو عايش في سامراء في العراق لكن الغريب بقى ان الناس دول لا عارفوا من امير المؤمنين ولا حتى عارفوا بسامراء في العراق وده معنى ان هم كانوا معزولين تقريبا على العالم وما كانوش حتى عارفوا ان فيه خليفة للمسلمين مع ان في الوقت دوت وقت العصر العباسي المسلمين كانوا شبه بيحكموا العالم كله تقريبا يعني ما كانش فيه حد ما عارفهمش سألوا الناس اللي هناك وشوروا لهم على ان مكان السد عند الجبال اللي هم كانوا شايفينها على مد البصل انطلقت الرحلة من تاني لحد ما وصلوا عند مدينة ايكا ودي بقى يقال انها المدينة اللي نزل فيها زي القرنين مع الجيش بتاعه قبل ما يعمل الردم وبعدين فضلوا ماشيين جوا المدينة دي مدة 3 ايام بلياليها لحد ما اخيرا وصلوا عند الجبل اللي اكتشفوا ان هو مش جبل واحد ده مجموعة جبال اخدى شكل دائري على حسب الوصف اللي انا لقيته في الكتاب وفي حتة الشق اللي موجود ما بينهم موجود فيه سد عملاق وواصل لحد طرف الجبل من فوق السد كان منظره عظيم عملاق السمك بتاعه كان كبير جدا والعرض بتاعه كان حوالي 200 زراعة ويقال ان هو كان محفور في الارض الاساسات بتاعه بعمق 30 زراعة عشان ذو القرنين كان حارة احتمالية ان يجوجه وما جوجه هيحاولوا ان هم يحفروا خندق ويعدوا من تحت الباب فعشان كده كان عامل الاساس عامل جدا في الارض السد كان ليه باب عملاق الباب دوت كان عليه قفل طوله 7 ازرع وفوق الباب كان فيه غلق او الغلق اللي هم القطع اللي بيحطوها عشان يقفلوا بها البوابات وفوقها كان فيه سلسلة حديدية عملاقة شبهي الجنزير لكن طبعا انت ممكن ما تقدرش انك تتخيل حجم السد دوت قد ايه بقولك سد بحجم الجبل فكل حاجة كانت قدامهم كانت حاجة عملاقة عظيمة كان فيه حسنين موجودين عالجانبين بتوع السد وكل حسن قدامه شجرة والغريب بقى ان كان فيه جوة الحصون ناس عايشين ولما سلام سأل عن خبرهم اكتشف ان دول حمات السد والغريب ان كان كل واحد فيهم شايل فرقابت ومرزبة ايه بقى سر الناس دي وايه سر المرزبة ده اللي انا هرولك في الحلقة بتاعت بكرا ان شاء الله فعمل المتابعة عشان ما يفوتكش